درس جديد من دروس اللغة الإنجليزية يقدمه لكم مستر واجد نبيل من قناة دروس ببلاش فابقوا معنا فيديو اليوم لطلاب تلت عدادي وهو عبارة عن شرح وحل تدريبات الوحدة 14 الدرسين الأول والثاني عجائب العالم اللي بيتساءل فيديوهات قناة دروس ببلاش طويلة هقول لك لان احنا بنقول كل الكلمات بما فيها جزء بنقول كل التعبيرات ونحل كل التدريبات طبعا بالاضافة الى الجرامر طبعا اكيد انت اللغة مشترك معنا في جروب تلت عدادي دروس ببلاش كل المواد على الفيسبوك هسيب لك الرابط في صندوق الوصفة يلا نبدأ مع بعض يا مستر واجد نقرأ الكلمات تدرسينا الأول والثاني طبعا الكلمات مكتوبة باللغة العربية انا هقرأ باللغة الانجليزية اختصارا للوقت دوم دوم ماربل ماربل مينرت مينرت مونيومنت مونيومنت اللي اثر او شيء اثر يعني واندرز واندرز خلي بالك هنا دي دبليو او لان لو دبليو اي واندر يتجول او طبعا يتجول اللي لو بالدبليو اي عندي اوريجينال اوريجينال طبعا دي صفة رولر حاكم او خلي بالك ممكن تبقى بمعنى مصطرة برضو فاونتين فاونتين طبعا اللي متابعنا في كتاب المعاصر الكلام ده صفحة 149 اكسترا فوكابولاري عندي مجموعة من الكلمات انشانت وورلد انشانت وورلد انشانت و очерد اشانت وريكس انشانت وريكس نيو سبيبر ارتكل نيو سبيبر ارتكل لست اميزينج تمبل هانجينج لايتهاوس ديسجن يعني قرار يعني يقرر. طبعا حبيبي ملاحظ ان لو الكلمة سألا بقراها مرة واحدة بس. دايري سكوير ستاتشو يونسكو ايرثكويك ايرثكويك خلي بالك ديت يعني تاريخ او موعد او ديت اللي البلحة نفسها يعني اللي بنقولها. خلي بالك اليد هنا تتنطق ات ساوند بروتاكتد اللي يعني ما احمي. جاي من بروتاكت يعني يحمي. سايتس. بريزورب. ريسنت ايفنت. ريسنت. خلي بالك الكلمة دي اسمها ريسنت. مش ريسنت. لان لو ريسنت قعد ارسال. طبعا هناخد الفرق بعد كده بين ريمايند و ريميمبر. ديكوريت. بعد كده هننتقل لجزئية الوردز اند دير ديفينيشنز الكلمات والتعريب بتاعها لان احنا دلوقتي علشان جزئية اللي تشوز the correct answer from a b c or d. غريس. غريس طبعا دولة اليونان دولة ما بين ايطاليا وتركيا. عندي دوم. دوم اللي قب. the top of a building that is the shape of half a ball. ماربل. ماربل اللي هو الرخام او المرمر. a very hard white black or pink rock used for building. منارت. منارت اللي هي tall thin tower. طبعا هو بيجي لك في الاختياري. في الاختياري هنشوف بعد شوي. لان احنا هنحل كل التدريبات الخاصة في درسينا الاول والثاني. مونيومنت. مونيومنت يعني ايه؟ اثر. something that is built to remind. to remind people who you would think of an important event or person. بعد كده رولر. طبعا رولر يعني حاكم. a person like a king. ممكن يمكن ملك. who can tell people what to do. عندي some of the world's wonders. بعض عجائب العالم. عندي هنا الواندرز وهنا البليس. المكان. the hanging gardens of Babylon. اللي هو حضاء اقباب المعلقة طبعا اين بابليون في بابل العراق. عندي the great pyramid طبعا ده معروف. الهرام الاكبر في ادجيزة في محافظة الجيزة مصر. the light house of alexandria. منارة الاسكندرية in alexandria a Egypt. ننتقل لجزئة اخرى. تصريف الافعال غير المنتظمة. خلي بالك التصريف الثالث مهم جدا النهاردة. على شيء درس الجرامر. عندي present, past, 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 participle. آآ المضارع الماضي التصريف الثالث. make, made, made. stand, stood, stood. choose, chose, chosen. خلي بالك. choose, chose, chosen. hang, hung, hung. بعض الكلمات والعكس بتاعها بقى عندي ancient يعني قديم جدا او عتيق. modern عكسها special مميز. عندي ordinary يعني ايه عادي. تيجي بعد كده لجزئية reading زي ما احنا اتفقنا بنقول كل حاجة في الآآآ. طبعا في جزئية تانية اللي هي آآ beautiful صفحة مية واحد وخمسين. beautiful جميل عكسة ugly stay. يبقى ليف عندي unfortunately, fortunately. طبعا عندك reading دلواتي lesson one and two lesson one sb page 20a 24. عندي new wonders of the world. عندي long ago منذ فترة طويلة the ancient Greeks, الغريق القدماء, wrote a list of seven amazing places in the world. the places they chose were statues, كتمثيل, a temple, معبد in Greece and a monument in Turkey. as well as the hanging gardens of pavilion in Iraq. the great pyramid at Giza والأهرام الأكبر في الجيزة and the lighthouse of Alexandria ومنارة الأسكندرية. only one of the original wonders واحدة من العجائب الأصلية of the ancient world is still standing. ما ذالت اللي هي إبقى the great pyramid at Giza الهرام الأكبر في الجيزة. now الآن a new list في قائمة جديدة of wonders have been written تم كتابتها أو تم سردها يعني. in 1999 people all over the world were asked to suggest يعني تم سؤالهم إنه ممكن يقترحوا seven new places سبع أماكن جديدة. it took six years to make the decision يعني الموضوع ده خد له استغرق اللي بلكتوك هنا استغرق ست سنوات to make the decision لاتخاذ القرار. عندي هنا but now the final seven places have been chosen السبع العجائب تم اختيارهم the great pyramid of Giza stays on the new list as a special eighth wonders طبعا الهرم الأكبر بيستمر وما بيتغيرش ده يعتبر the new list as a special eighth wonders العجيبة الثامنة عندي بعد كده نكمل جزيه دي تاج محل in India is one of the places واحد من الأماكن on the new list في القائمة الجديدة it's a white marble monument طبعا هو ده يعتبر يعني معبد أثر أثر رخامي من الرخام monument built in 1632 تم بناء 1632 by the ruler of India بوسط الحاكم الهند to remember his wife لكي يتذكر زوجته حبه بقى the monument was completed خلي بالك ده passive تم اكتماله in 1648 يعني الموضوع كده خد له 16 سنة but it took another five years to complete the fountains and the gardens around it وخد خمس سنوات برضو لبناء اكتمال نكمل الفاونتن اللي الفاونتن اللي هو النفرات and the gardens around it the teaj محل with its beautiful white dome and the four minarets have been visited by million of people since it was built طبعا الكلام ده بيتم زيارته بملايين من الناس تاج محل الفلند منذ ان تم بنائه unfortunately لسوء الحظ يعني it has been damaged by pollution يعني تم تحتيمه او يعني ضمر بواسطة او عن طريق التلوث for this reason ولهذا السبب the teaj محل has been added to يونسكو list protected طبعا هيئة اليونسكو طبعا تم اضافته من الحاجات اللي يتم حمايتها monuments يونسكو helps اليونسكو بيساعد لك افضل يعتني بيه يهتم بيه important sites المواقع الهم and it's hoped ونأمل ان that it will preserve يعني يحفظ اذا تجبع نيجي بعد كده طبعا الحاجات دي هنطلعها بالتفصيل عندي كلمة تيك زي ما احنا شفناها كلمة تيك يبيجي بعدها وقت بمعنى استغرق يعني استغرقها ست سنوات اكتمال بناء المنزل عندك هنا خلي بالك دائري ودائري خلي بالك تبديل حرفين مش اكتر دائري اللي هي مفكرة يومية اما كلمة دائري اللي بنقول على دائري منتجات الالبان عندي ريميمبر يتذكر خلي بالك ريميند يتذكر بيجي بعد مفعول ريميمبر يتذكر شيء من تلقاء نفسي اي ريميمبر او تذكر ماذا حدث بالامس ريميند يتذكر شخص بشيء ما خلي بالك بيجي بعدها مفعول اه ازو الاس دي باختصار كده زي هنا بتستخدم اكثر من استخدام تستخدم كأداة ربط بالاضافة زي كده انا ممكن احط هنا ممكن ييجي بعدها كونه بالاضافة انه مدارس ممكن بعد كده اذا ربطت بين فاعلين مختلفين فان الفعل بعدها يتبع الفعل الاول خلي بالك مونة ازو از اي از خلي بالك يتبع الفعل الاول اللي هو ايه مونة عشان ما تشوف هنا اي تقول ايه ام بعد كده نكمل هذه الجزئية رولر زي ما اتفقنا رولر يعني حاكم او رولر يعني مصطرة طبعا الجزئية دي سهلة عندك لست ومينيو لست ومينيو طبعا لست يعني قامة مشتريات ومينيو قائمة طعام قبل ذهب للتسوق عندك طبعا دي الحاجة ما تخص الاكل ودي قائمة ايه اسماء عندي يأمل او اتمن نيجي بعد كده كل ما تلاقي حرف جر خلي بالك حط دايرة او حط خط الحاجات دي مهمة جدا جدا خلي بالك انا بحاول او يعني في كل الفيديوهات ان انا اتطرق للجزئية دي لاني مهمة جدا بتسوي بالاضافة الى زي كلمة عندي لست قائمة من العجيب عندي خلي بالك لهذا السبب خلي بالك الحاجات دي هتيجي فيها سئلة بعد شوية يجمع مال من اجل جماعية خارية بطول النار خلي بالك دي كلمة واحدة خلال العشر سنوات السابقة نيجي بعد كده للتدريبات بقى مستر واجد خلاص احنا خلصنا الجزئية دي نقرأ او نحل التدريبات طبعا الكلام ده بيج وان هندرد ففتي ثري صفحة مية تلاتة وخمسين عندي عندي تحضر الهرب الهرب الأكبر منارت دوم منيومنت أثر أو ستاتيو طبعا منيومنت بعد كده عندي نمبر بعد كده عندي نمبر ثري this building is made of space it has very beautiful colors طبعا ما beautiful colors يبعنا عندي ماربل ماربل الرخام أو المرمر نمبر فور there is a beautiful space in my garden طبعا ما in my garden عندي temple fountain lighthouse minaret طبعا هنا fountain اللي هي النفورة نمبر فايف most mosques have المساجد لديها أو بها pyramids towers minarets monuments طبعا هنا minarets minarets المئذن نمبر six a or n is a person like a king who can tell people what to do طبعا teacher archaeologist ruler actor طبعا هنا ruler اللي هي حاكم نكمل هذه جزئية نمبر seven the taj mahal in india has a beautiful has a beautiful white space and four minarets طبعا دي هنا دوم القبة عندي نمبر eight space is a country between italy and turk زي ما احنا قلناه في الكلمات iraq egypt norway norway لو norway عندي هنا greece يبقى اليونان نمبر nine the great pyramid stays on the new list as a space eighth wonder private special personal false طبعا special ودي طبعا اريناها في جزيتي الكلمات نمبر ten عندي space damages the environment pollution population competition station طبعا هنا ايه pollution اللي 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 طبعا عندي population اللي اللي تعدي سكان عندي number eleven the space of liberty is in the usa temple statue square dome طبعا هنا statue of liberty التبثال الحرية number twelve the space of Alexandria was one of the seven wonders of the ancient world dome minaret fountain lighthouse lighthouse عندي number thirteen he lost his mobile he lost his mobile دعم ان الموبايل بتاعه for this space he is angry ولهذا السبب طبعا عندك reason season reason juice recipe طبعا هنا for this reason في كل جملتين برضو في صفحة 154 عشان ندخل في جزء grammar اللي الجزء الجميل اللذي ده عندي السلم is collecting money space the charity طبعا احنا قلناها برضو كل الحاجات اللي احنا قرناها من شوية تيجي تدريبات buy four out of يبقى هنا four بعد كده عندي before having lunch we looked at the menu list bill recipe طبعا لما فيها اكل فيها lunch يبقى menu نبدأ بقى حبيبي الجزئية الخاصة بالgrammar وهي زمن المضارع التام في صيغة المبني للمعلوم عشان انا اخدها في المبني للمعلوم والمبني للمجول بنقول طبعا والكلام ده خدناه في اربع وحدات مختلفة السنة اللي فاتت طبعا انا مش اقول لك السنة اللي فاتت وما اخدناش والقصة دي لكن انا افكرك ان او اقول لك ان زمن المضارع التام التركيبة بتاعته ايه انا بيكون عندي فاعل هشوف ان الفاعل في صيغة الاثبات عندي بيبقى يبقى كل ما هنالك عندي فاعل وتصريف ثالث يبقى التصريف الثالث ده ثابت لكن انا او هز اذا كان الفاعل او 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 خلي بالك الجزء اللي انا بحط عطيه خط ده اللي هو الفاعل مؤخرا دي كلمات ده من الزمن على الزمن اما اذا كان ما فيش مشكلة كل ما هو هف تبقى هف نوت او هز هز نوت يبقى هف نوت نفس الكلام لم اقدي ما عملت الواجب لغاية دلوقتي يبقى هف انت طبعا احنا بنجيب جملة فيها هف انت وجملة فيها هز انت لاحظ ان خلي بالك تفيد النفي فلا نضع نط يعني لان دليل ايه دليل النفي نيجي بعد كده لأسئلة طبعا بنبدل احنا بنبدأ وبعد كده وبعد كده التصريف الثالث خلي بالك التصريف الثالث مطول معنا لغاية الفيديو الاخر يعني يبقى عندي وبعد كده التصريف الثالث طبعا هف اذا كان الفاعل اي اه وي 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 او وهنا او طبعا هز اي او اي او ات طبعا خلي بالك هنا التصريف الثالث وبعد كده تكميلة الكلام هل سبق لك وان رأيت ثعبانا ممكن حاجة بهز هز باسم رايف عندي ها يو يت طبعا هنا ببدأ به وبعد كده الفاعل ثم التصريف الثالث اما اذا كان الو ات كوستشن الي السؤال باداد السفام قد يكون الاداد السفام دي ممكن وير ممكن وات وممكن وين وهكذا برضو نفس الكلام هيبقى عندي هز او ها وبناء هز او ها خلي بلك عندي الفاعل لو ها يبقى الفاعل يكون اه اي وي وذي اذا كان هز يبقى هي او شي او التصريف الثالث طبعا مطول ايه معانا ومستمر يعني انت بقى لك قدي عايش في بنا خلي بقى وبعد كده انا قلت عشان هنا ايه يو وبعد كده خلي بلك هنا مش ماضي هنا التصريف ثالث عند طبعا الكلمات الدل على الزمن طيب نيجب بعد كده لاستخدام بتاع زمن المضارع التام خلي بلك انا عاوزك تركز معايا شوية عشان بعد كده قبل ما ننتقل لجزئية المبني المجهول طبعا يعبر زمن المضارع التام عن اربع حاجات مختلفة حدث بدأ في الماضي واستمر حتى وقت الكلام دلوقتي انت بدأ بقى لك فترة طويلة بتدرس لغة انجليزية فبتقول يعني انت بدأت او انا بدرس لغة انجليزية منذ 2009 تمام 2009 يعني من 12 سنة يعني ده حدث بدأ واستمر لغاية دلوقتي دي رقم واحد الرقم اتنين حدث في الماضي دون ذكر زمن الحدوث لانا اشتريت عربية خلي بالك انا دلوقتي بأكد على الشراء العربية مبسوط بالعربية فبقولك لاننا لو ذكرت امتى اشتريت العربية بستخدم الماضي البسيط لما قولك لكننا هنا تركيز على الحدث بستخدم زمن المضارع التام الموقف الثالث او الحاجة الثالثة الموقف القابلة لاتكرار صلاح صلاح مو صلاح احرص تلتاشر هدف هذا ايه هذا العرب دي مواقف قابلة لاتكرار وبيحرز اهداف من حين لاخر عندي موقف في الماضي له اثر في الوقت الحاضر خلي بالك ما بيقدرش يمشي كويس ده موقف في الماضي له اثر لغاية دلوقتي خلي بالك ناخد الجزية الاكثر اهمية بقى لزمن المضارع التام في صيغة المبني للمجهول خلي بالك مبني للمجهول اي حاجة تبقى مبني للمجهول يبقى لازم فيها تصريف ثالث فيها تصريف ثالث خلي بالك احنا خدنا في في الوحدة الااا الوحدة التالتة في التيرم الاول طبعا خدنا وكان 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 طبعا انا انا عايز اقول لك ان زمن المضارع التام في صيغة المبني المجهول هو ابسط الازمين في التحويل هتسألني ليه ما هو ليه ابسط زمن لان هنا بيبقى جايب لك التصريف الثالث لان انا بيبقى عندي في بيبقى عندي فاعل فاعل مفعول فيه بنجيب المفعول بنخليه نائب فاعل وبعد كده اه بيبقى هاز او هاف بن وتصريف ثالث وبعد كده باي وبعد كده اللي هو ايه باي ونشوف اللي هي نضع الفاعل بعد هذي الصيغة. عندي هنا خطوات التحويل بقى في نبدأ بالمفعول بيه اللي هو نائب الفاعل الجديد. بعد كده نستخدم هاز او هاف. بس انا كل اللي بضيفه اللي هو بن والتصريف الثالث. وبعد كده نضع الفاعل بعد هذي الصيغة مسبوخا بباي. خلي بالك انا مش هتوهك انا هعملها لك بطريقة كويسة الوعد. لاحظ انه اذا كان الفاعل ضمير يتم تحويله باي. هنا لو كان لو انا الفاعل كان اي باي مي. لو كان الفاعل شي باي هار. ذي باي ذم. وي باي اص. يو باي يو. ات باي ات. هي باي اي باي هم. طيب ما تيجي نشوف الامثلة دي عندي هنا. عندي مثلا عندي اه عندي السبجيكت. عندي اه هاز او هاف وبين والتصريف الثالث. خلي بالك انا ادي لك جملة مبنية للمعلوم ونحولها مبني للمجول. انا عايز اقول لك طريقة برضو سهلة في الجزئية الاثبات. انت ممكن ترقمهم. ادي شي وبعد كده هاز بورود وبعد كده اي بوك. ممكن ترقمهم بطريقة سهلة. عندي تو عندي ثري. ناخد احنا المبني للناعب الفاعل الجديد وبنجيب رقم تلاتة بنخليها واحد اللي هو اي بوك. طبعا خلي بالك. انا هركز على طول على هاز او هاف بين والتصريف الثالث. خلي بالك هو اجيب لك التصريف الثالث هنا يعني مش حتيش يتشغل بالك خالص. يبقى اي بوك. انا أشتغل اي بوك بقى هاز او هاف بين التصريف الثالث. يعتمد هاز او هاف بنائن على النائب الفعلي الجديد خلي بالك. يبقى بعد كده او انا قلت عشان وبعد كده وبعد كده التصريف الثالث اللي هو من دهوني وبعد كده خلي بالك انا عايز اقول لك على حاجة لو هي كانت تستعارد كتابين يبقى كنت هقول خلي بالك كنت هقول هاف طيب اذا كان في النهاب في نفس الكلام انا جيب وبعد كده طبعا دي جامع يبقى والتصريف الثالث اللي موجود عندي لحظ التحول هاز الى هاف حسب نعب الفعل الكلام اللي انا بقولك عليه صح صح شوية. وبرده اذا كان يسئول برده ببدأ بهاز او هاف خلي بالك بحطه بنان على نائب الفاعل الجديد وبعد كده بانوا التصريف الثالث عندي خلي بالك طالما دي معلوم يبقى عايز اقول ايه هبدأ بهاز او هاف وبعد كده الفاعل نائب الفاعل وبعد كده بينه والتصريف الثالث اللي هو موجود عندي. هابدأ انا جملة للمجهول يبقى هاب انا قلت هاب ليه? علشان جمع. وبعد كده بين والتصريف الثالث اللي هو موجود عندي. طيب ما نيجي بعد كده لل عندي اه ده عند وير وبعد كده تبعا خلي بالك انا هثبت الو وير وبعد كده برضو هاز او هاف ونائب الفاعل ثم بين والتصريف الثالث اللي هو اللي موجود عندك يبقى هنا وير هاف يو واشت ذا ماتش يبقى وير انا هقول هاز او هاف بناءنا على الماتش خلي بالك ذا ماتش بين والتصريف الثالث خلي بالك هنا تصريف ايه ثالث اللي اريدي موجود ايه عندك. بعد كده ريرايت كورنر طبعا جزء يساعدك على السؤال السابع عندك انت ممكن ترقمهم بقى انا بقول لك بعد كده انا هده رقم واحد رقم اتنين رقم ايه تلاتة بنيجيب رقم تلاتة وبعد كده وبين والتصريف الثالث اللي هو موجود عندك يبقى الكلام اللي بلغة العربية ده اللي انا بقوله لك نبدأ بناء بالفعل المفهولة ونضع بعده صيغة المبنى المجهول في زمن المضارع التام حسب الفاعل خلي بالك الفاعل من الحيث المفرد او جب بعد كده عندي سلمة خلي بالك طالما انا هابدأ خلي بالك ده عمل معاملت المفرد يبقى ومنفية يبقى خلي بالك طالما the homework يعامل معاملت كانوا it يعني يبقى hasn't been written yet طب ما تيجي نحل بعد كده يا مصر واجد التدريبات عند ري رايت the following using the word or words in brackets to give the same meaning خلي بالك الحاجات دي مهمة جدا عندي number one they have painted the building again they have painted the building again طبعا انا عايز اقولك رقمهم ادي they وبعد كده have painted وبعد كده the building again خلي بالك طالما عندي been يبقى انا ادي number one انا عندي number two عندي عندي number eight number three انا هجيب the building هنا هو وبعد كده هقول has وبعد كده been والتصريف الثالث للفعل هنا يبقى the building has been painted again by them يبقى هنا the building has the building اللي هو وبعد كده هاز انا اخترت هاز خلي بالك انا باختار هاز انسى هاف دي انا باختار هاز بناء انا على نائب الفعل الجديد خلي بالك هنا لو they have painted the buildings لو هنا buildings لو جامع خلي بالك هتبقى the buildings have been painted again by them نيجي نمبر 2 اروى has bought 2 new dresses خلاص كده انا هجيب 2 new dresses طبعا 2 new dresses اكده لان دي كما يعتبر 2 new dresses have been bought by اروى بعد كده عندي نمبر 3 اه مونة has cleaned the rooms اه all the rooms طبعا خلي بالك يبقى انا هجيب all the rooms ما فيش مشكلة وبعد كده خلي بالك all the rooms دي جامع يبقى all the rooms طالما جامع يبقى have وبين والتصريفة الثالث للفعل اللي هو اللي موجود عندك انت ما بتجريلش بالك خالص لان التصريفة الثالث موجودة عندك يبقى all the rooms have been have been cleaned باي مونة بعد كده عندي نمبر نمبر خلي بالك دي جملة محولة دي خلي بالك دي طبيعي لازم بقول ايه has وبعد كده بعد كده بعد كده عندي تدريبات المعاصرة عندي ها نمبر هاز سماح خلي بالك هنا بين وبرضو هنا طبعا هاز اقول لك طالما يبقى برضو هاز سماح يت خلي بالك انا انا قلت هاز انا خلي بالك انا ممكن اقول هاز او هاب بس انا قلت هاز لان برضو ايه مفرد وبعد كده التصريف الثالث باي سماح ايه يت معلش يعني انا خطأ فني بس يعني اثناء التسجيل فيه جملة رقم ستة وسبعة انا اقول لهم لك شاف عندي نمبر سيكس صفحة مية ستة وخمسين برضو دي باسف هنا خليه اكتف الحل هيبقى we have bought mini pens we have bought mini pens الكلام ده صفحة مية ستة وخمسين جملة رقم سبعة عندي the math homework hasn't been done yet the math homework hasn't been done yet يبقى انا هبدأ باي يبقى انا اي وتنفيها يبقى i haven't done the math homework yet the math i haven't done the math homework yet نيجب بعد كده للجنرال اكسرسيز طبعا احنا بنقول كل حاجة زي ما اتفقنا عندي لسنز وان انتو عندي جنرال اكسرسيز عندي فنز دا فالو ديالو سارا عندي سارا بتكلم ساري سارا هلو ساري ازايك ساري ار يو جود ات هستري فساري بتقولها هاي سارا اعتقد هتقولها yes yes i am بعد كده سارا بتسألها سؤال بتقولها can you name some wonders of the world اتلا yes of course طالما تسمي بعض wonders of the world ممكن تقول حاجة اتنين تلاتة ما فيش مشكلة ممكن نقول the pyramids and the تاج محل the pyramids and the تاج اي محل خلي بالك هنا في سؤال بناء على هذا السؤال في اجابة the pyramids are more than three thousand years old طالما هنا قال لك الاهرامات عمرها اكثر من 4000 سنة يبقى اكيد كان السؤال how old are the pyramids how old are the pyramids خلي بالك هنا في سؤال برضو هنا the taj محل is in india the taj محل is in india تاج محل ده في الهند يبقى كده انا اقول لك where is the taj محل where is the taj محل نبدأ بعد كده choose the correct answer from a b c or d عندي number one it space three hours to complete my favorite story عندي made took hand gave طبعا هنا ايه هنا took يعني استغرق عندي بعد كده number two the sphinx is a famous space that many tourists visit يعني ابو الهول famous ايه temple monument tour tourist طبعا هنا ايه اثر monument يعني ايه اثر بعد كده number three a new space of wonders has been written menu list ticket message طبعا خلاص احنا عرفنا الكلمات كلها هنا ايه number four i write everything in my space daily diary diary date list خلي بالك مش عايزك تغلط في الحاجات دي diary طبعا هنا dairy لا dairy product منتجات البان عندي number five the alexandria space was one of the seven wonders of the world of the ancient world statue hanging minaret lighthouse طبعا معروفة the alexandria lighthouse منتجات منتجات الاسكندرية بعد كده number six to always tries to space the right decision make give do play طبعا هنا اخذناها في الexpressions يعني make the right decision يعني دايما تحاول انت اتخذ القرار السليم عندي number three rewrite the following using the word or words in brackets to give the same meaning طبعا لأسئلة write طبعا كل حاجة لازم يكون فيها rewrite معظم كل الفيديوهات تقريبا فيها rewrite عندي هنا number one selwa hasn't done her homework yet خلي بالك دي جملة في present perfect active وانا عايزك تجيبها في passive طبعا يبقى selwa's homework هتكتبها خلي بالك هتبقى has not او have not been وتصريف ثالث يبقى هنا selwa's homework تعامل معاملة المفرد يبقى hasn't been done yet يبقى selwa selwa's homework hasn't been done yet ادي selwa's homework ادي نائب الفعل الجديد وبعد كده hasn't انا قلت هازنت عشان دي جاء مفرد وبعد كده بين ثابتة وبعد كده done وبعد كده اي yet الاخر الكلام بعد كده عندي number two have you tieded your room have you tieded your room طبعا انا عندي بين يبقى انا عايز اخليها برضو have انا اختار خلي بالك have او has خلي بالك has او have بتعتمد على you room طالما you room مفرد يبقى مش هتقدر تقول have you room لازم تقول ايه has you room يبقى has you room been tieded has you room been tieded خلي بالك انا you room دي تخليين اختار has وبعد كده you room وبعد كده بين اللي يثابتها في الباسف وبعد كده تصريبها الثالث للفعل اللي هو اللي موجود ايه عندك بعد كده number اه number three راشا has not sent the email زيت خلي بالك ادي راشا وبعد كده has not sent وبعد كده the emails yet ادي number one ادي عدي number two ادي عدي number three يبقى جيب number three اللي هو نائب الفعل الجديد يبقى the emails انا اقول have not او has not طالما دي جامع يبقى the emails have not been sent by راشا yet يبقى the emails اللي انا جبتها وبعد كده انا بقول hasn't been or haven't been خلي بالك بناء على the emails يخلي بك لو كان email واحد يبقى hasn't been لو emails يبقى haven't been sent a by راشا yet بعد كده write a paragraph of about 100 words on طبعا the wonders of the ancient world طبعا الكلام ده مجاب عنه في نهاية الكتاب صفحة 388 388 ايه اعتقد حبيبي كده انتهينا بنحل كل التدريبات الخاصة بدرسينا الاول والثاني ان شاء الله في فيديو لاحق هنكمل مع بعض شرح الوحدة الرابعة عشر مستر واجدي نبيل